بسم الله والصلاة والسلام على خير الانام عليه افضل السلاة والسلام طولت عليكم الغيبة طولق حريرة salt ott روية ولا حريرة لكن بدون فارنة وبدون خميرة. هنا عندي حبيبة تاع كوغجة اللي هي الكوسة ولا القرعة. عندي شطبة تاع كرافص نقطعه كلش هكذا يعني كبير كبير. بس كم بعدها راحين نميكسي وكلش حبيبة تاع الفصل. نقول لكم لماذا ما اشتركتش اشتركي وفعلي الجرس ليصلكي كل جديد وما تنسونيش باللايك حبيبات قلبي. هنا عندي حبيبة تاع اللفت حبيبات تاع زرودية يعني ربعة ولا خمسة ولا على الحسب يعني الكبر تاع الجزر ديالكم. كيما في الشرق يقولوا لها آآ السنارية. وعندي زوج حبيبات تاع بطاطا صغار تانيك. حريرا ستقوني تجي بنينة ومغدية للاطفال. انا كل مرة بإذن الله نديرو آآ ندلكم ينسوب. هكذا بش النوعو في لسوب ديالنا. ما مع البرد هادا وشي ليق. وعندي زوج حبيبات تاع لا تومات. تاع يعني هادي فخش. هذيك الحبيبات تاع الحر نخلوها في الاخير. تطلقنا هذيك يعني الوقو هادا. هنا نموت على حبة حر هاكذا مع الاخر في ليسوب. تعطي دوق مميز. هنا عندي ينكخكاس هاكذا تعالجاج. وعندي حشيش مقطفة. كاي اللي يقولولو القصبر. هنا شوية لا مغغين ولا زيت زيتون. ولا آآ ديرو خالط كي ما حبيته هاي اللي هندرت شوية الزيت. الملحو. هنا درت شوية زنجابيل. شوية تاع الكوركم. يعني على الفوائد راني ندخل هاد ليزي بيس. هادا الكوري. اطالها واحدة دوق رائع رائع. شوية تاع قرفة. ما نكتروش تانيك. ونضيفو آآ فلفل لكهل. وتانيك الكروية. بس كي انا ما كانت شعندي احتراح وش راولي يعني ما وريد لكمش. وهذا التوم. يعني ديرو زوت فو صوص ولا ثلاثة تا التوم. وهنا نديرو مغير فاتع مكلاتا آآ لاتومات كونسندخي. ونضيها فوق النار. ابتي فو نبقى نقلي نقلي حتى يعني تدبالي هذيك الخضراء غير فادا كديدا. والا. دو كان نروحون وجدو لابات على كيش آآ بالسلق. والجاج ادي من اروع ما يكون. هن عندي كاس اللولتا لفاغين. الكاس الثاني. هكدا اللي ما عندهمش الميزان. يعني اراني اعطيتلكم بالكاس. والا. اتنين. وهذا التالت. والفاغين نغرب لها بيان شير. ندير الملح يعني على حساب التوق. بيان شير. عندي ساشي اللي هو البيكين باودر الوزن 10 غرام. وحجم الكاس 240 ميلي لتخانة عندي مارغارين. يعني تقدرو ديرو زيت و مارغارين. و تقدرو ديرو زيت سيتون و مارغارين. يعني كي ما حبيتو. المارغارين هي الزبدة. نصاب اللي لها بتاعي و نزيد لها حبيبة تاع البيض تانيك و نصاب اللي بها كامل بيدينا. احنا حاولت لنكيلكم المار. لكن دو كتفو شحن ناخد منو. حاكبش تعرفوا القاونة هالعجينة. و دايما نقولكم متقدروش تعرفو بس كي. كل اشيك فاغين كيفاش يعني درجة الامتصاص ديالها. وتانيك بتنسوش حبة البيت تانيك تدير الفرق. بس كي كي تكون حبة كبيرة و صغيرة. ماشي كيف كيف. واهلا. هاكده نبقى نضيف في الماء و وراني نخلط حتى. نتحصل على عجينة تكون طارية. هاد لابات تصدقوني هيلة تجي روعة روعة. وتانيك سهلة يعني ما تحتاش تخمر موالو ما فيهاش خميرة الخبز. فيها غير خميرة حلوية. على بالي بالي هاد الوصفة اذا جربتوها راح تعتمدوها. ماشي راح تستغنو عليها ابدا. هاولي كل ما شوفو يا ربي ربع كاس يعني ما قدتليش بزاف. شوفو لابات كيفاش تكون. هاي الليك نحاول نسقمها بيدي. ونخليها نغطي عليها نخليها ترتاح. يا خيلي بات نقولكم دايما لازم يرتاحوا شوية كومم. لطن اللي نروحو نوجدو لفخص تاع هاد لكيش هادي. احنا انا خديت تنجرة خديت حبابصل كبيرة شوفو كفاش قطعتها. يعني هاك داك اونلا مل. ندلها شوية عزيت. شوية تاع فلفل اسود. الملح. الملح بالك وتكترو بس كويس سلق ما يحبش الملح. هاي الليك فوق النار. خليت هذيك الحبيبات على الفصل تاعي حتى دا بالت. وهنا مكون يعني ما يخترش على البال. لكن احنا دوكا لازم نستحيلوا مع ولداتنا. احنا ضفدوش حبيباتها الجزر. باش يعني بطريقة دكية. ندخل لهم. هادة الى الجزر فى المأكولات هكده. باش ما يفيقوش. وصدقوني مش راحيبا كامل. ويعطي بالن هاي لا. لهاد الفصل هادي. ثلث ما استرت عالدها. جايوا اني استدر مادرتش. ما كاش عندي بزاف. در التو تانية قلة. وهنا هي السلق. بعدما. لمبتدئات مش تحكموا هاده كلا. اضفت الوامل اضافتك اضافته الكوري اضافتك اضافتك ورسلتها بعدها أخطيتها والجاج نضيف لأخطيها وخيرتها خرجت لي هذه أربعة صغيرة نضيف نضيف كيش هاكدا نضغط مليح في الاطراف وبعد نضغط بها كامل بلا فوقشات هاي لك شفو نحاول نخرج كامل لدك الهواء خليش الهواء ونضغط مليح على الاطراف باش نتعاوش تحبط لي يعني في الطياب هاكدا ونضغط بها كامل بالفرشيطة هادك السلق يعني خليته حتى شفو لازم يكون خالي كامل تماما من الماء يعني ما ديلولوش الماء في لا فخص ما خليوهي طيب غير في هادك الماء ديالو بس كهو ديجا اصلا يتلقى الماء سا فيك بقى وتدي وتجيبو فيه تجيبو فيه حتى ينشف كامل كامل ووالا وهنايا نحو نوجدو تانيك اللي عندي احبتين تالبيض عندي اه كمية تاع فخماج يعني اي فخماج انا استعملت فخماج بلان نضير كاس تالحليب سالي اي بواف غيتانيك ديرو يعني ملح وفلفل اسود ونمكسي كلش هاد الخاليط حتى يدوب لي كامل هادك الفخماج ويندمجو المكونات مع بعض فاني احنا هايليك هي قد لكم خرجو لي 4 صغيرين وندير كامل هاد الاباغي هادي من فوق وندخلها يعني ولي عندها جبل مبشور تحب تزيد انا اكتفيت غير هكذا و المأكولات تاعنا تاعليها الوصفة تاعنا تاعليها اليوم اراهم حاضرين معنا هايليك هاديك الحريرة بدوق الكروية شوفو ما فيها ني فاغينا ني اه ني وسمو ني خميرا ني والو جي هايلا بنينا بل بزف و هايليك لا كيش تاعنا صدقوني جات بنا روعة روعة سيختو كيست لها هداك الكوري اطال هاد دوق هايل ما من الكوري دخلو في لي سو بتاعكم ورجعو لي لخبر والغريات دوق رائع رائع هادي هي لا فيديو تاعنات عنها اليوم نتمنى ان شاء الله كانت فادتكم وسيختو يعني كنت خفيفة ضريفة على قلبكم وشو نقولكم نقولكم نتمنى تجربو الوصفات واتبعتو لي تطبيقاتكم كما العداء ولا وايد قلكم حورية تحبكم وتموت عليكم الى فيديو اخر تالوا في روحكم وفي صحتكم وفي اللي عزاز عليكم سلام وفي امان الله وحفظه